في名字ه الله يطلب الأسرى ومعلمي أمام الأعباء من الهدف العامة عند الآزهر أتنقل المشاهدة الأسرى محبرة للهدف العامة والأزهر حلقة جديدة وبرنامجكم أدرس على الهواء وكالعادة بشرفنا في الستديو النهاردة أستاذ إيمان المصري معلم اللون مزيئة وزارة اللقاء التعليم أهلا وسهلا أمس إيمان أزياء حضرتك أهلا بحضرتك أستر محمد و Heroesよろしくlets أولاً والعنامي ويرتنوننا الآن ودوا أنك ستعلمون بقناة الفترة اليوم واجهوه مفكبة لك الأعداء الشديدة الآن وكنت أتركوا صديقاء في الأموان سنكمل الإيمان الخامسة مع بعض إيمالي ديكنسون وإحنا كنا نقشنا بعض في الحلقة اللي فاتت The grammar part الجوزء الخاص بالتقديم وإتفعنا أن هذا جزء مهم جدا جدا لكي ويمكنه جديد في المنهج عليك وحباي فرقوا مرة تانية وإحنا أكيد نوعيدكم بإذن الله أن نحن نجيب أسئلة أكثر وأكثر عليه لكن النهاردة هنناقش مع بعض الجزئية الخاصة باللسنينج والريدينج أكيد فيه كام كبير جدا من الفيكاب أو النيو فيكاب النيو لانجوش فيه كمان إكسبريشنز والإيديومز بكزوا معي النهاردة إن شاء الله عشان خاطر نستفيد بالجزئية دي كمان مع بعض نبدأ كده نسي إيمان سريعا بالجزئية الخاصة دايما بيبقى عندي في لانجوش فانكشنز في أي واحدة طبعا زي ما قلنا دي بتخدمنا دايما لما نكون بنحل في الديالوج تمام؟ يعني لانجوش فانكشنز زي حباقي الحاجات اللي احنا نتكلم فيها لو بعمل اقتراح لو بعمل نصيحة مثلا لو بعمل ركومنديشن توصية والحاجات دي كلها ده بيفيدني وأنا بحل في المحادثة احنا عارفين طبعا الديالوج عليه ست درجات الموضوع بتالي نهاردة بتكلم على سامارايزنج أنا ببرافرزنج أبوايم أو أباسيج and so on أريد أن نفرع الأول بين the two important words كلمة سامارايزنج and كلمة برافرزنج فضلا هو طبعا زي ما قال مستر محمد ده مهم للديالوج النهاردة كمان الجزء الخاص باللانجوش فانكشن ممكن نستخدمه للرائتنج يعني لو انت بتكتب برافرزنج ممكن جدا تستخدم واحدة من العبارات دول في الرائتنج بتاك عندنا two important terms أو two يعني كلمتين مهمين جدا اللي هو سامارايز and برافرزنج كلمة سامارايز يعني أنا بلخص الكلام اللي موجود قديني أنا بقف على المين بوينس اللي موجودة أو أهم النقاط في الكلام اللي أنا بشوفه وبعرضه للناس يعني ممكن تبقى passage طويلة قد كده فيها مثلا تلت ورقات أختصرها في سري في ورقة واحدة مثلا أو في باريجريف واحد بقف على المين بوينس أو أهم النقاط اللي موجودة فيه دي كده عبارة عن أن أنا بقف من ساماراي أو بختصر في كلمة بارفريز بارفريز مش ضروري أبدا أن أنا أعمل اختصار بالعكس هو مش ملتزم بالطول أو بالكم هو ملتزم أكتر بأن أنا أنقل نفس المعنى ولكن بصيغة أخرى ممكن للتبسيط ممكن علشان أن أنا عاوزة مثلا أنقلها بشكل مختلف لفئة معينة تفهمها بشكل أفضل وهكذا ده كده بنسميه البارفريز طبعا بقى ممكن نتكلم على التو ترمز الإكسپريشنز اللي نستخدمها في السامارايزينج اللي هو هعمل اختصار وإيه الإكسپريشنز اللي هستخدمها لو أنا هنقل كلام بصيغة أخرى اللي هو البارفريزينج لو هعمل ساماراي يعني هقول أننا الكلام اللي هقوله ده عبارة عن ساماراي للإتقال أو للكلام اللي منقول فأنا هقول ممكن مثلا كلمة زي وكلمة سامارايز أو مثلا كلمة زي كلمة أكيد طبعا هنشوف الكلام ده مكتوب أصلا فممكن أقول كلمة ممكن أقول كلمة أو كلمة زي مثلا to sum up to sum up يعني ان انا اختصر برضو او اقول الملخص بتاع الكلام sum sum وup طبعا اللي هي up ده كله كده expressions ممكن تكون للسامري طب للparaphrase ممكن اقول expressions عاملة زي انا عايزة زي ما اتفقنا الparaphrase هلقل الكلام بصيرة اخرى او بصيرة اخرى فممكن اقول in other words in other words يعني بصيرة اخرى فاقول in other كلمة other وعدين كلمة words وطبعا الكلام ده كله بيبقى كومة بعده وبعد كده ابتزي اقول اللي انا عايزة اقول ممكن كمان اقول I think that means اعتقد ان ده بيعني الشيء ده وابتزي اتكلم عنه يبقى انا هنقل المعنى يبقى اكيد هصيغه بطريقة مختلفة او بصيغة مختلفة وهكذا طبعا في expressions تانية كتير هنشوفها سواء شكرا لك يا امان وزي ما وضحنا كده احباي ان احنا ممكن نلاقي الكلام ده او الكلمتين دول على وجه الاخص يعني كلمة summarize وكلمة paraphrase اللي ايهم ممكن في ديالوج ولكن كمان ممكن لهم في passage في القطعة تخيلوا مثلا ما اقول لي summarize is the last paragraph مثلا of the passage أو sum up the last paragraph of the first paragraph in the passage لخص الفقرة الاولى او الاخيرة او اي ان كانت الفقرة يعني في القطعة اللي بيدهيني يعني عارف ان كلمة summarize او كلمة sum up ان انا الخص تمام؟ طيب لو قال لي كمان مثلا write the last paragraph مثلا in your own words لو قال لي in your own words يعني بكلمات من عندك لو كلمات من عندك باي بيقصد كلمة paraphrase لو قاتل بشكل وباشر paraphrase is the last paragraph وتبع الكلمة جديدة بالنسبة لنا لك همنأكد على النهاردة اوهو لو قال لي paraphrase انا بتأكيد مطلوب مني ان انا اوطح بس بطريقة تانية يعني قد يكون الجملة متقلة بطريقة مش يتغير المعنى انت تحافظ على المعنى بس تقول بطريقة تانية احنا بيطلب منك لتنم مع بعض يقول لك مثلا ايه sum up the last paragraph in two sentence of your own يعني لخص البراجراف الاخير في جملتين من عندك لخصت عملت summary وفي جملتين من عندي يعني عمل لو عمل عندي بقى مش من نص الكتاب او من نص القطع نفسها يبقى عملت paraphrasing اوكي تعال نشوف الكلام انت تقول لنا على الشاشة هنشوف كده بيقول لي unit 5 الوحدة الخمسة طبعا وحدة زي ما عارفين انت تايتل Emily Dickinson لانجوش فانكشنز summarizing and paraphrasing انا سيب الكلمة قدامكم شوية كده عشان ناس تعرف الاسبالين بتاعهم s-u-m-a-r-i-z-i-n-g طبعا ممكن تبع بالتراتش انجليش بدل الزت دي تبع s وparagraphing اصري paraphrasing طبعا الكلمة قدامنا p-a-r-a-p-h-r-a-s-i-n-g طبعا التلخيص اللي هو summarizing وparaphrasing اعادة الصياغة او كتابة الشيء بطريقة اخرى زي ما اتمسل يمان كده ان في بعض التعبيرات انا ممكن للاقيها لو قال لي what she is trying to say that اللي بتحاول تقوله هو كذا يعني كأن واحد بيقول كده ان فلانا دي عايزة تقول كذا بطريقة تانية يعني ممكن اقول can you paraphrase او can you summarize that ممكن تعيد صياغة او تلخص كذا او الشيء ده i think i can paraphrase that ممكن passage او في الغالب دايما paraphrasing بيبقى مع paimes اللي هي القصائد عموما i think it means اظن الشيء ده يعني كذا in other words كل ده بعمل paraphrasing او i'm really looking forward to at طبعا التعبير ده اللي هو look forward to يتطلع او يشتغل الناس تخلي بالها ان بعد تو هنا بيجي صيغة الجرند يعني فعلي فيها ing كاسم فعل يعني او بتيجي طبعا اذا كان اسم او ضمير تعالي نشوف بقى ننمي المهار عندنا مسئيمان اكتر ونشوف ديالوج محادسة بين tamir و receptionist فبيقولي finish the following dialogue tamir is phoning a hotel receptionist to book a room طبعا كلمة book here بمعنى يحجز غرفة طبعا الحوار بيننا مسئيمان هنفترض مثلا i am going to play the receptionist and you take the role of tamir اوكي yes let me answer your phone هنفترض اني محاسر فبالك grand hotel good morning can i help you yes i'd like to book a room تمام طبعا احنا مسئيمان بنقرى المحادسة كلها ولكن طبعا نحن عارفين الإجابة it's okay لكن نصحتنا كل أولادنا نقرى المحادسة كويس قوي ونبدأ نجاوب yes مسئيمان طبعا yes again please نحن عارفين محادسة أو حد يكتب كيف تتبع كيف تتبع مثلا هتستنى عندنا قلنا ثلاثة ثلاثة فطبعا ده كان دور سيادتك طبعا ثلاثة نحن نسيبش نس نسيبش نس سأل سؤالية مسئيمان فرد علينا طبعا الشخص الثاني وقال لنا طبعا سنجل 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 طبعا ممكن يكون الكوستن سنجل غالبا نحن ندور على سنجل 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 والأبسط والأفضل يعني الأبسط والأفضل فمسئيمان لنا لو بدور مثلا الرجل يقول لي سنجل جاوبني وبيقول لي أريد غرفة مفردة فأكيد هاول مثلا ممكن طبعا نس يعني مش لازم رطلب سنجل ولا مثلا دبل ولا تريبل ومثلا فممكن مثلا ماذا 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 فهنا متعودين كلمة سنجل أو دبل وننسى علامات الضبط مهمة طبعا سنجل أو دبل سنجل 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 لا سنجل 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 يقول هل تريد الرجل سنجل سنجل أو سنجل 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 لكن سنجل يقول رسيبشوني سهل السؤال تفضي في الليل؟ فضع لي! بيقول لي هنا لا! بقل لي! تامر علي! اه سرعي! تامر علي! 30 سلاح سيلم ستريت! الالكس! وبعدين قالوا! طبعا! أكيد! هسأله! على اسمه! وعلى العنوان! فممكن في السؤال أحباها! ألعب! 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 طبعا! ألعب! أو! كل ده طلب! عادي جدا أكثر أدبا أو تهزبا يعني May I or could you May I have هل لي أن أأخذ Your name and address عشانه يقول له تامر علي ده اسم الراجل أدرس اللي هو العنوان فطبعا بيقول له 30 صلاحة سالم ستريت وإلكس تمام ففي ناساش طبعا في الأدب بيقول كيف تكلمت Please تمام كلا وإلك السؤال فطبعا سهل سؤالي مسيمان بيقول له by the way يعني قال له by the way يعني بالمناسبة هو عايز يعرف منه طبعا الأنسر كانت موجودة واضح أنه بيسكل فيها السعر أيوان فبالتالي إحنا هنقول How much does a room cost أو how much does a single room cost دي كده السؤال عن السعر يبقى إحنا استشفينا السؤال من الإجابة المكتوبة عشان المكتوبة عندي For bed and breakfast للسرير طبعا والفطار That is 35 pounds a night 35 جنيه مثلا للليلة طبعا معرفش أنه فندو طبعا فلكنه طبعا هتلاحظ طبعا السؤال زي وحتك قلت كده How much does a room cost How much does a room cost a night تم كده A night يعني أو per night يعني يعني أي تكاليف تانية فضعا يبقى ممكن جدا بردو يسأل لي يقول له Are there any extra charges تمام يمكن هو تحضم للسعر بالزبط فأل معقولة يامي هي أحسن من كده فيه تمام هي نزل مولتا عندي كلمة R نقصة بعد ذير تبقى there are no extra charges فبالتأكيد في السؤال بابدأ بعكس بعمل conversion حبائي بذل there are تبقى are there any شوفت بدأت كلمة نو قلت أي extra charges هل فيه تكاليف أخرى فقال له طبعا لا طبعا Is that everything Now we move نحن طبعا أكدنا مس إيمان على الجزئية لأنه طبعا فيه دايما فيه ست درجات زي نقول مهمين جدا وزي ما شوفنا انحنا من خلال قرأتنا كتيرة جدا للنصوص بالذات هنلاقي دايما فيها الموضوع الخاص بhow to answer how to make questions نتعود كتير جدا هنعمل دلوقتي ننتقل للجزئية الخاصة بالlistening هنشوف على الشاشة مع بعض listening text هاي بانوا قدامكو حبي ياس عندي هنا انرفيور وبيتكلم أكيد عن ايميلي ديكنسون ياس I'll play the role of an interviewer and you miss iman will play the role of Claire laval اللي هي the guest اوكي ياس هنا بنقول زي ما شفكنا على الشاشة بقول in today's program في برنامجنا النهاردة we are looking at the poor ايميلي ديكنسون نستسألني we are looking لماذا ما قلتش we will look مسينا تمام طبعا لما بنقول انه we are looking at احنا كده استخدمنا البرزنت continuous form علشان بنتكلم على حدث او حاجة هي very near future لها الارانجمنت بتاعتها يعني اذا احنا منظمين ومنتبين كل حاجة واحنا دلوقتي في برنامج او في برنامج وكلامنا كله هيكون عنده ان احنا عملنا كل الارانجمنت بلاس كمان انه هو very very near future ولكن طبعا ميلي طالما الارانجمنت are done او التجهيزات والمعدات وكل حاجة مجاهزين لنا في سنة على التوبيك دي يبقى لزم استخدم and present continuous yes great يبقى برضو حتى الاختيار في الجرامر هنا بالنسبة لنا حبائي مهم جدا يعني ماليش مثلا we will look ونحن اتفان من كلمة well لو كان quick decision اتخاذ قرار سريع او كان مثلا ده مجرد مثلا future fact and so on فلا هنا طبعا بما اني في ترتبات فقال لي we are looking at the boy اميلي ديكنسون بويت طبعا ده شاعرة فقال له with me طبعا زي ما قولنا داما في البداية the author the author طبعا المؤلف دي كلمة عامة زي كلمة the writer تم كده طبعا كلير lover who has written the book which calls emily the first modern point طبعا الكتاب ده بيدعي او بيقول ان اميلي هي اول شاعرة modern حديثة تم كده فباس على البق كلير او ميس ايمان اميلي ديكنسون was born in 1830 so why do you call her modern لو هي تولد 1830 ازاي تبقى معاصرة او حديثة طبعا well traditionally poems usually have three or more verses and in every verse there are words that rhyme at the end of some of the lines yes but before we move on miss ايمان we want you to elaborate to lighten us about these new words the word the word verse the word rhyme and so on yes طبعا يعني مثلا احنا بنقول traditionally يعني زي ما احنا متعودين او قرة العيدة على ان the poems اللي هي القصائد الشعرية يوجد لي have three or more verses فالعادة بتكون فيها تلاتة او اربعة ابيات من السطور او الابيات الشعرية yes and in every verse وفي كل طبعا بيت من ابيات الشعر there are words that rhyme بيبقى فيه كلمات لازم بتتناغم او بتاخد نفس القافية تمام at the end of some of the lines في نهاية ال lines طبعا زي ما انتو عارفين ده اللي بيميز الشعر عن الكتابة النترية انه بيبقى فيه قافية وكل الكلمات طبعا they have a rhyme at the end يس يبا حنا لو قلنا مثلا اني كلمة prime طبعا اللي هي القصيدة نفسها يعني P-O-E-M لكن لو قلنا P-O-E-T للشعر نفسه تمام طيب خدنا برضو مصطلحات خاصة بالشعر شوية احنا خدنا قصيدة وخدنا شعر لقولنا مثلا a collection of pimes a collection of pimes دوان شعر كمان لو قلنا كلمة ده كلمة rhyme rhyme أحبائي لو two words rhyme معناها that the two words have the same sounds at the end يعني نفس الكلمتين لو بيعملوا rhyming يبقى نفس الكلمتين فيهم نفس الصوت في الآخر زي مثلا كلمة agree و degree agree degree هتلاحظوا في الآخر كده الصوتين شبه بعض في الكلمتين تمام كده long sing تمام كده هلقى برضو نفس أصوات ده كلمة rhyme زي ما قالت نسمائي كده لهم نفس القافية تمام طيب كلمة verse كمان ليا V-E-R-S-A قلنا بيت شعري لما نقول أبيت شعر طبعا بيت شعر ممكن نسمي كمان كلمة lion lion l-i-n-e تمام اللي هو بيت الشعر يس نرجع لشاشة مع بعض فبنقول عندنا كده فردالي اليوم المدرن المدرن لا تتبع هذه القواعد يعني في الوقت الحالي أو في العصر اللي احنا فيه المدرن 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 الحديثة أيوة ما بتبقاش بتتبع نفس القواعد يعني مش ضروري كل الحاجات أو الأبيات تنتهي بنفس الساوند يمكن لدي ايضا لا قطة يتبع أو قطة يتبع يتبع يعني ممكن يا أم ما ياخده ما كفيش أي كلمات بتتبع نفس القفية أو نفس الصوت يا أم بس جزء من الكلمات هو اللي بيكون واخد صوت واحد يعني مدرسة الشعر المصري من اختلفة بالزبط يعني ممكن من زمان كانوا فيه مدرسة شعر الفصحة مثلا أو شعر الكلاسيكي تمام وطبعا الطلبة الحمد لله يعني كل أحباء نفسناية عامة وفي الأزهر طبعا ياخده مدرسة الشعر مختلفة فهم عارفين أكيد في الطريقة التقليدية أو الكلاسيكي كنا بناخد طبعا أو كلاسيكي كنا بناخد طبعا أبيات شعر شعر العمود كما يسمونه تمام النهاردة أكيد فيه شعر حر الشعر المورسل يعني فده الفكرة فإحنا طبعا تخيل بقى أن أميلي ديكنسون كانت 1838 لكن بدأت كتبت في التوقيت ده من أكتر طبعا من 170 سنة أو 180 سنة مثلا كتبت شعر مختلف ده يعني قربة 200 سنة يس كتبت شعر مختلف أو لا يترطب بقافية واحدة عشان كده بنسميها موضر يعني شعر معاصرة تمام يس فدلية حديثك نكمل تاني مع رشاشة مع بعض كده تمام بيقول لي ميني بيقول هنا بيقول هنا بيقول هنا بيقول هنا بيقول هنا بيقول كلمتين أو كلمتين أو كلمتين أو كلمتين. أبداً أمامك على سبيل المثال يانج و سونج. يانج و سونج لكلمتين ينتهو بنفس الساوند بمثل الساوند أو أونج نسميه كذا. الكثير من الأمورات المستعدة لا ترميب أي حالات أكيد كثير من الأمورات المستعدة أو الحديثين بتوع العصر الحالي شو على الحداثة لا تتبعوا أي قواعد لا يتبعوا أي قواعد بالمرة لكنهم يعملون جيدا ولكن مع ذلك رغم أنهم لا يتبعوا القفية كل القواعد أو الشارب يجب الناس جدا ويجعهم بل الضبط أفضل أفضل يعني شغال أو بشكل جيد تمام هنكمل طبعا الحوار بتاعنا في الانرفيور بيقول لي هنلقع تاني مرر الشاشة كده سريعة الحبام علىشش بيقول لي سو ديد إيميلي ديكنسون بريك the usual rules يعني كده شايفها تعدت أو كسرت القواعد اللي حمشنا عليها المعتادة تمام well they were certainly different to most poems at that time أكيد أكيد هم كانوا مختلفين تماما عن المعظم الشارع أو القصائد اللي كانت موجودة في هذا الوقت كثير من قصائدها كانت فيها أبيات شعرية قصيرة لا يوجد تابع ما عندهاش كمان عنوين للأبيات الشعرية بتاعتها وكثير من قصيرا وفي حالة نفسه وأحيانا كمان ما كانتش بتحط بانكتواشن ربما مهمة جدا في القراءة أن يكون عندي بانكتواشن 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 حتى التشكيل نفسه يبقى بيفرق جدا جدا في القراءة طيب أكيد الانرفيور يعني سنسألها هنكمل طبعا فصلتها بيقولها بانكتواشن هل هنكمل طبعا فصلتها بانكتواشن بانكتواشن يعني أكيد طبعا لو كان في الوقت ده وما كانش وعتدين عليه يبقى في صعوبة طبعا يعني في تحدي في فهم على الأقل لتعرف ما كان قراءة تمام فرد بقى كلير يترى كان إيه طبعا هي قالت نو ديارين لا ما كانوش كده موزم هم موزم هم اتغيارو عن طريق الناشرين بتوعها لأنهم موزم هم علشان انهم يتعدلوا يبقوا شبه القصائد العادية أو التقليدية اللي موجودة يعني نودي القصائد معينة للناشر يغير فيها يغير فيها طبعا تحكموا بقى تمام طيب تعالي أبقوا هر لايف يا ترى حياتها كانت شكلها ازاي عندما كانت طفلة كانت جيدة في بيانو كانت جيدة في استخدام الكتابة وكمان بلايندى بيانو عصف البيانو وزي ما احنا نلاحظين طبعا كلمة بوث هنا مع أند أنا باجمع بابين الاثنين فبقول ان هي كانت كويسة في الاثنين مع بعض فبقول بوث بوث كلمة بوث مرتبطة بكلمة أند في كل من كذا وكذا وكذا تمام لكنها كانت كمان شخصية من الناس اللي هما الناضجين أو الكبار الغير تقليديين يعني هي في سنها في سن مثلا الشباب كانت غير تقليدي كانت دايما بتلبس هدوم بيدة وكانت بتقدي معزم حياتها في البيت كانت بتقدي معزم حياتها في البيت which was where she wrote her poems وطبعا لقى هنا برضو كلمة Where كانت بوث تقليديه في الصغر وكانت بتكتب فيه قصائدها كانت تساعد في تنظيف البيت أو أعمال منزلي نسميها حياتها كما كانت والدتها مريضة جدا أو متعبة كان عندها أصدقاء قلائل لكنها لا أحب أن ترىهم أكثر ولكنها لم تكنتش بتحب أنها تشوفهم أو لم تكنتش بتقبلهم كثير كانت بتفضل أن تكتب خطابات طويلة لكل صديق منهم يعني كل صديق على حدة بدلا من أنها تقبلهم واضح أنها كانت بتعبر عن نفسها بالكتابة وكانت بتحب ده جدا أو ما كنت في بأة واتساعدة لا أكيد طبعا كتبت كثير من القسائد ولكن للأسف طبعا كثير منهم متنشروش أو معظمهم لحد ما هي ماتت لحدة كمان بعد ما هي ماتت عشان كده قال لنا حتى بعد بعد ما هي ماتت ابتدت قصائدها تنتشر وطبعا كانت وفتها في سنة 1886 وطبعا كانت وفتها في سنة 1886 و هذا يجب أن تكون مؤسسة جدا لم تكنتشتها؟ أه يعني طبعا لم تكنتشتها نعم نعم نحن نعتقد أن الاثداء المال كانت لبعضها لتعبئهم ولكنها تتعبت من أحدهم نعم نحن نعتقد أن هناك اثنين رجالة تقدمونها يعني أنهم نحبين أنهم يتزوجون فلشوا ميسي مان مان؟ طبعا طبعا ولكنها تتعبت من أحدهم لو شوفنا بقى الطالب حبا إبنا كده لما يظهروا هايعرفوا ويفهموا لوحدهم هي اكسبتت أو لم تقوم بإعادة يعني إبليك أو لا طبعاً أكيد طالما قلنا كلمة نيذر يبقى هي أكيد موافقتش على أي أفر منهم زي ما إحنا شايفين كلمة نيذر بمعنى النفي زي ما تكلمنا عنها الحلقة اللي فائتت هي أكيد نيذر فرفضتهم رفضت الاثنين طيب ما منها أفراد لو وصلنا إلى جزئية الأهمية أكيد أكيد هذا سعيد صعب أنها تتقل فقط أكثر منها كانت تقرأتها عندما كانت حياة والأي القوي من البوم بتاعتها اتنشرت وهي عيشة لكن يمكنك تقرأ كلها 1800 قصيدة ولكن طبعاً دلوقتي تقدروا تقرأ الـ 1800 قصيدة دلوقتي كتبت 1800 قصيدة ولكن للأسف لم تتنشروش دلوقتي يقدروا الناس يقرأوها قصيدة أفضل إذا أستطع يعني لو في إمكاني أن أوقف بالضبط هي عن كم أهمية أن يساعد الناس في الحياة هي القصيدة عن عن أهمية أن نساعد الناس في الحياة هي مؤثرة يعني هي مؤثرة جداً أو بتحرك المشاعر بتاك الناس يعني قصودة فعلاً مؤثرة ونرى نساعد الناس نساعد الناس قبل أن يساعد الناس سأعطيك الوقت لتحرك إذا كنت متأكد عن الأسئلة أو لا تمام؟ هنشوف كده الأسئلة مع بعض أختار الناس من أجل الأسئلة أو أجل أولاً أجل الأسئلة إن أولي ديكنسون تغييرها أجل الأسئلة ومانتر طبعاً البابليشور هما اللي كانوا بيغيروا بتاعتها عشان الناس تقدر تقرعوه فنختار كلمة بابليشور نعم إجابتنا نعم نعم أجل الأسئلة أجل الأسئلة لاحظوا كلمة بريك دي نخذها في جمال كثيرة جداً نفس أعرفها كلها كده الأصل بريك 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 ممكن يكسر وأجل الأسئلة ونشوف بعض الكلامات التي تأتي بعدها تغير المعنى فبقوا هنا القصادة تعيطها أجل الأسئلة أجل الأسئلة أجل الأسئلة طبعاً الجملة دي بتدينا أجل الأسئلة حلوة قوي كلمتين مهمين بلقبته كلمة رولز اللي هي بالأو وكلمة رولز الاختيار المفروض هنا أنها تكسر القواعد والكلمة اللي فيهم كلمة قواعد هي دي اللي هي R U L E S لأن كلمة رول يعني دور تمام يعني اختيارنا هو دي أجل الأسئلة أنا سمعت اللي حصل في الزلزال أو اللي حصل طبعاً فأقولي طبعاً طالما هير بس سمعت عنه يعني ما حصل ليش أي إصابات يبقى أنا لازم أختار أجل الأسئلة يعني أن أنا عرفت عن الأسئلة حصل ده وقع لي قلبي تمام؟ فبالتالي بنقول أجل الأسئلة يعني يوقع القلب أو يكسر القلب حد إلا هنا طبعاً زي ما قولنا نعم 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 يمكنك أن تذهب إلى الزلزال إذا أجل الأسئلة إذا أجل الأسئلة ماذا؟ سأذهب إلى الزلزال برضو في هنا كلمتين لازم نميز ما بينهم بلخبطه في السبالين وفي النطق أيضاً فعندي طبعاً أول كلمة اللي هي ال أو دابليو كلمة لو وكلمة التانية بمعنى منخفض بمعنى منخفض وكلمة لأي دابليو بمعنى القانون بتتنتق الله نعم نعم نحن نكسر القانون عشان كده الناس بتدخل السجن لما بتقوم بالعمل ده يبقى بي نعم طبعاً طبعاً صعد الجرل بسهولة أو بسرعة عشان كده نقاط يا ترى كسر رقم قياسي أو حقا رقم قياسي ولا ما قدرش يوصل لرقم بتوعاً طبعاً طبعاً يبقى أنا كده بدي معنى إيجابي طبعاً لازم أقوله بروكا ركورد يعني هو حتم رقم قياسي كان موجود نعم نحن ندخل بقى كلمة ركورد عموماً ركورد رقم قياسي أو ركورد رقم قياسي عالمي لو مثلاً عداء وقلت مثلاً قدر يقطع 100 متر عاد في خلال خمس سوان وما كانش حد وصل الرقم ده قبل كده بنسميه أحد باقي سكور ركورد سكور 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 ركورد يحرز رقم قياسي جديد طيب المرة اللي بعدها ما حققاش الخمس سواني يعني جري مثلاً نفس المسافة الميت مثل مثلاً في سابعة سواني يبقى هنا بقى هي مست دي ركورد م آي دبل أس مست دي ركورد مست دي ركورد ما قدرش حقق الرقم بتاعه مرة تانية تمام؟ طيب لو هنا بقى جي لعب تاني أو عدق آخر وحقق الكلام ده مثلاً في ثلاث سواني فقط ما عرفش هو كام يعني لكن طبعاً لو لعب آخر وحقق رقم أعلى من عندها بنقول بقى إيه هي بروك دريكورد يعني حطم الرقم القياسي الموجود قبل كده هي بروك دريكورد أو بيت دريكورد بي اي اي تي تمام كده نفس المعنى يعني عندي يعني يعني لقد قلت، سأساعدك، لذلك سأساعدك سأساعدك أو سأساعدك يبقى هنا أكيد ده حد بيكلم على الوعود اللي بيديها للناس أو كلمته، هو إدى كلمة الحد فحنا بنقول I never break a promise عمري ما باكسر وعد من عودي أو بخالف وعد من عودي فنقول break a promise يعني يكسر أو يخالف وعد خلي بنا طبعا حبائي هنا طبعا ال B بعيدة شوية عن الكلمة promise منتقى بحرف E ممكن نفس الكلام break my word كلمة my word يعني كلمتي هي بعينها my promise I knew that Ahmed would be late مش هتأخر أحمد because he never breaks a promise برضو هو عمره ما بيخلف وعده أو غير كلامه نمبر 8 if you drive too fast you'll break the space the police might find you فعين هنا أحب أعرف معلها كويس لا فعين يدفعوك غرامة كما كنت يدفع غرامة يترى فاز ولا promise ولا لو ولا لا طالما الموضوع في بوليس يبقى break the law يكسر القانون القانون طالما سافرت نمبر 10 I don't think that tree is space anymore all its leaves are brown نخلي بنا دايما بيبقى فيه يعني تكملت الجملة مفيدة جدا للاختيار بقولي all its leaves كل أوراق الشجرة are brown أصبحت خلاص بنية صفراء يعني will fall تتساقط طبعا يلاكد الشجرة يترى live or life or alive or alive or alone I don't think that the tree is alive anymore yes ما أعتقدش إنها حية اللي هي alive اللي بالإيد أيوة ليتسي يعني أعطو اللي هي عكس كلمة dead dead yes إذا the tree is dead and is not alive they were in danger so they looked for space somewhere safe somewhere safe safe somewhere somewhere is safe بالأف طبعا لعبة بعب الألفاز الأف أكيد هو somewhere safe بالأف they were in danger so they looked for somewhere safe بي تمام بي طبعا yes هنلاحظة كلمة somewhere anywhere الحاجات دي كلها بنحط دايما إيه أو صمها كده نحط دايما كلمة إيه الصفة دايما بعدهم الصفة دايما بعدهم صفة دايما بعدهم وطبعا فرعنا يمس إيمان إن كلمة save بالفي تمام دي معناها يونقز أو يداخل يحوش يعني لكن safe آمن ف اي دي صفة طبعا بمعنى آمن yes ويجي لي space the essay's main arguments and the final paragraph بنعمل دايما في الأسي المقالة بتاعتنا في الفاينال بارغرف يا ترى summarize ولا memorize specialize ولا computerize أكيد طبعا لازم بلخص كل اللي قلته في الأسي في الآخر بارغرف موجود هنختار كلمة summarize اللي هي الاختيار A yes my friend was in space because he lost his job hope and passion desperate and quietness uh لأن الموقف نفسه حزين، فهو فقط شغله، فبالتالي هنختار كلمة يعني يأس، كان في حالة يأس، أقول الشخص قال إيه؟ خلي بالكو، ده كده بزبط كان دفنيشن، تكتب الكلام التاني، بس بإيه أو تقوله بس بإيه بعد طريقة مختصرة، وفي نفس الوقت أكثر وضوحاً يعني ترى باراغرف، بارافريز، باراشوت، ولا باراميديك طبعاً لبارافريز، يعني أننا أقوم بعادة صياغة الشيء مرة أخرى، اللي هي اختيار بيه نعم، نخلي بنا برضو كلمة باراشوت، طبعاً اللي هو السخوت من الهواء، طبعاً نعرفين، وكلمة باراميديك اللي هو المساعد نعم، 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 نعم وفي نهاية عالي قال أنه سيكون هنا في مدنايت، هاي بقى هنا منتصف الليل، مد داي؟ مرحب، مد داي، 12 النهار أو الظهر، هاي أعز، عالي، هو وصل بالفعل، لا يوجد أحداً لا يوجد أحداً، لا يوجد أحداً، لأنه بالفعل واضح من الموقف أنه حققه، فعمره ما كسر الوعد بتاعه، أو خلفه طبعاً مش كثير، ولكن، إنه كان مددент، فالفعل، لأنه للاسف أفل، فخلاص، كل المجهود داع الفاضي، فبنقولها إزاي، in vain نعم، يعني بلا جدوة أو دون فائدة نعم هذا الكتاب لديه بعض المملكة على كيف يساعدنا أن تقوم بعمل طبس، طبس، تيبس، تيبس تيبس، اللي هي آخر كلمة، تديه بمعنى نصائح أو معلومات فهو بيكون موجود في مجموعة من النصائح نعم لا أنظر كلمة كافي أو استخدامك من غرفة في الصمام لأن الكافي، تؤثرها كده، تخلينا مسحسحين نعم، نتعرف كلمة كلمة حبي، اللي بالأي، وليدي دي؟ نعم، طبعا، الليل الضربات أعلقات، لأنه لا أحد حدث بشكل جيد دي كلمة طبالة حدث، يقدي بشكل جيد هنا يقولوا لا أحد أحد حدث بشكل جيد في الاختبار ده. يا ترى The Exam was challenging, Easy, Uncertain or Promising. أكيد أكيد يبقى طالما they didn't do well. يبقى كان very challenging. كان يعني صعب عليهم شوية. كان فيه تحدي شوية في الموضوع. طب لما أقول كلمة Promising Miss Eman. Promising يعني شيء واعد. واعد. أو شخص واعد. شخص واعد. نعم. ليه مستعمل كويس يعني. بالضبط. نعم. 20. They thought they were lost in the desert. But they became a space when they saw a road. لما شافوا الطريبة يا ترى. hopeful, dreadful, helpless, hopeless. طبعا تلا ما ظهر لهم طريق ففيه أمل يبقى hopeful. وعكسها طبعا كلمة hopeless اللي هي دي. نحن طبعا نختار A hopeful. نعم. وضح كده أن كل صفات كل فيها. FUL صفات إيجابية. جدا. لكن LESS دائما الشيء منعان. مش موجود. نعم. زي. beautiful, beautiful, hopeful, hopeless... وضع ذلك. نعم. طيب. الآن هم تأتي إلى نريد الحدثة. لكن حتى الآن لم نأتيح أي فونات الأقوال فستة إيمان. نحن نطلعها. داري السيدات لا تس Shawn. لا تتذكر أن نحن أنزح فونات الأقوال. أعتقد أنكم جميعاً تعلمون عنها لا تتسلقوا فقط أعطوا الهاتف ونعطوا الهاتف لا تنسوا شيء تتصلوا لو في أي سؤال مغلبكم أحب بأي الآن سوف نتحرك إلى القصيدة وقصيدة نفسها قصيدة من أميلي ديكنسون إذا أستطيع أن أوقف أوقف وقت سنرى قصيدة بتقول لي إذا أستطيع أن أوقف من أميلي ديكنسون قصيدة بتقول إذا أستطيع أن أوقف تتسلوا إذا أستطيع أن أوقف قلع لن تع WASoon إذا قلع للمشيئين أو إلا أن أوقف قلع أو تؤلس القديم أو تسعر منها إلى الر cer irony لن تع hots قلع للمشيئين إذا أستطيع أن أوقف من أميلي أج胀 قلع للمشيئين إذا أستطيع أن أوقف قلع لن تعلم أن أد potassium أعطي من الأساس أو أسرع أساس أو أساعد من أساس روبين على مرحبه لن أجل أحيان في مرحبه ماذا تعتقد أن هذا التصوير عن المسلم؟ سأفعل هذا التصوير بها بالضبط هذا التصوير أو القصيدة تتكلم عن كم تكلم عن هذا التصوير الدقيقة البوت Z هي شخصية بتفكر في الآخر. يعني عندها مشاعر تجاه الآخر بتفكر فيهم في معاناتهم. طبعا كل اهتمامتها في البوم هنا هي نفسها انها توقف معاناة او حتى اي مخلوق اخر. هي نفسها تبنع اي شخص يتألم ان يكون بيتألم. حتى لو في اي مخلوق تاني ممكن رابن. رابن ده طائر احنا يعني نوع كده بنسمي رابن. فنفسها كمان لو شاف الطائر مثلا بغم عليه او ملقى وممكن يعني في حلقات را يموت نفسها انها توقف ده كله. فthis is the main idea. وهو ده كان الكلام عن القصيدة. if i can stop. لو في امكاني او لو في مقدوري اعمل ده. اكيد اكيد ده الشيء اللي هيساعدها او هي خليها تحس بانها عايش حياتها بشكل جاي. نعم. كما ترى على الشاشتراك قدامنا هنشوف بعض الكلمات. if i can stop one heart from breaking. بتقول هي شاعرها بتقول لو اقدر امنع قلب من اني فطر. تعمل كده. ايشان نقل لفين فين. هنساعدها بقى عشت حيات كده يعني ليست بلا جدوى. يعني حيات مفيدة. تمام. ليه فايدة في الحياة. ليه فايدة في الحياة. if i can ease. لو بدل اخفف عن. one life. هنا one life يعني أخفف عنه الألم ونفس المعنى برضو كلمة كون زي كلمة إيز أخفف الألم تخيال لما تكون بتفكر مش بس في الناس يعني لا في كائنات أخرى تخيل روبين ده طير أبو الحناء عصفور صغير جدا هي بتفكر فيه بتقول بقى لو كان بقى مغم عليه اللي كلمة فائدة روبين أرجعه تاني أنتو أو أنتو هز نس تجين أرجعه العش بتاعه مرة تانية ساعتها بقى برضو حس أننا ذات فائدة في الحياة تخيلوا how thoughtful how kind she is and how moving the poem as وكأدي القصة برضو مؤثرة نشوف كده طبعا سريعا الثيم بتاع الموضوع بتاعنا أو الموضوع بيقول نحن نعيش بقى بأنانية لازم نهتم بالآخرين دي الفكرة تلحيظ بقى بتاع الموضوع ده كده بدلا ما كانت شاعرة نعرض بقى بشكل ناس تقول ايميل ديكنسون يريد أن نفعل كل ما يمكن أن تساعد الناس تعمل أي حاجة شيء تساعد بها الناس لا تريد أن نعيش بلا قدوة مش عايزة تعيش بلا قدوة عايزة تكون مؤثرة أو فاعلة في حياتها بطا ما تكونش عندها روح أن هي تكون تكون عندها الإيثار زي ما نبود وما تكونش عندها الآثرة اللي هي تكون طبعا تحب نفسها إزاي تعيش محب الآخرين ما يكونش عندك أنانية إزاي تهتم وتراعي الآخرين طبعا إزاي تهتم وتراعي الآخرين هو أفضل شيء ممكن نعمله في بطاقه ايميل ديكنسون تتحدث عن لو تقدر تخفف ألم شخص ساعتها مش تبقى حاسة أن هي أنانية إزاي تخفف ألم شخص طبعا تخلى ناس يشعروا أو يحسوا أن ما فيش آلام طبعا في البيت الأول بتقول كده طبعا كمان إزاي تخفف ألم شخص إزاي تخفف ألم شخص أكيد طبعا بدعوة للكل طبعا لتشارك مشاعر الآخرين ويحاول أن تساعدهم لتخفف ألم شخص لتخفف ألم شخص أكيد مسيمان نحن إلى الأخير من هذا المنزل أو هذا المنزل ولكن أكيد طبعا المنزل أكثر إن شاء الله إن شاء الله بالأكيد مسيمان شكرا لكم عشيات المنزل شكرا لك شكرا لكم ومن المشاهدين ومن المشاهدين لكم أعرف ألم شخص لإنشاء الله سوف نتحل لأكل شخص لتعرفة أماكن ومع السلام شكرا لكم مرحبا المشاهدين